اليوم احنا ككنيسة السريان الكاثوليك في المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤولين على جالية مهجرة كبيرة اليوم مهجرين يعيشون ايام صعبة بالرغم من صليب الهجرة ايضا يتحملون صليب اخر وصليب وباء الكورونا واحنا كدورنا ككنيسة حثين المؤمنين على احترام القوانين السارية في هذا البلد المبارك بالاضافة الى حماية انفسهم وانفس الغير لان مسؤولية اخلاقية وانسانية تترتب على الجميع منه انه الجلوس في البيت وايضا حثين المؤمنين انه نشجعهم عبر تواصل وسائل التواصل الاجتماعي على توجيهات ورسائل اصحاب الغبطة ومنهم سيدنا البترك يونان انه نربطهم جميعا بموقع البترياركية ببيت الام من خلال مشاهدة او مشاركة مع قدادي صاحب الغبطة بالاضافة الى الرياضة الدرب الصليب والصلوات والتوجيهات الاخرى اللي دائما ننتظرها من كنيستنا كنيست الام في لبنان وايضا قريبا راح نشوف الطريقة منسقة مع الدواير الامنية حتى نقوم بتوزيع ايضا حصة غذائية بسبب العوز المترتب حاليا وايضا نحاول انه نشجعهم من خلال موقع كنيستنا الخاص فينا في المملكة على الصبر على التعزية وان شاء الله ازمة وستنتهي بقوة رب الحكمة وطبيب الاساد والارواح يسوع المسير